راح نتابع محطاتنا ومايا ساعت موجودة معنا بستوديو مايا اليوم مثل العادي راح تكون معنا وجهزة لحتى تطلقت يصليتكم مباشرة على الهواء إذا رحقنا أنا عنا موضوع الصديق الخيالي بنا كمان بلش فيه إحنا ما نحب يكون عنا صديق خيالي صديق خيالي بيقلق الأهل يعني جمالا دايما عم نفكر أنه ما يقوم ابن بوشي أنه عم يتخيل أنه معه حدا قاعد حدا معه على الطاولة قاعد نحضر له صحن كمان ثالث رابع حاسس أنه هيدا تخلص هيدا الكرسي بعض الأولاد عن جاد يقولوله أنه بيقعد حدا مثلا وبيعطوه اسم وإلى آخره فأول شي بقوله للأهل ما ينشغل بالهم وجود الصديق الخيالي بحياة أولادنا شغلة كتير مألوفة شغلة كتير طبيعية كتير منصدفة خاصة بأي أعمار؟ هي أكتر شي بأعمار صغيرة يعني تقريبا بالأعمار اللي بتتراوح بين الأربعة سنين أربعة سنين ونصف والست سنين منشوفها هلأ نحنا منشوف أنه من بعد عمر تقريبا ست سنين كل ما بيتقدم الولد بالعمر يعني إذا بتحدد أكتر غيدة ما يتراوح بين ست سنين وثمان سنين خلاص بتبلش قصة الصديق الخيالي ما منعود نشوفها هو لحاله بيصير بيانسامة لحاله وأساسا نحنا مش كتير منحبز أنه من بعد عمر السبع سنين يكون فيه صديق خيالي لأنه من بعد عمر السبع سنين دجا الولد بيكون مفروض أنه يكون صار عنده حد أدنى من حياته الاجتماعية ما يعود عم بيفكر أنه كيف بده يعب الفراغات اللي بحياته بصديق خيالي نوعا ما بعدين لأنه المخيلة بتبلغ ذروتها بالتطور أكتر شي بأعمار بتتراوح بين الأربعة والستة هون المخيلة بتكون كتير ناشطة يعني الإماجيناسيون طبعا الولد قد ما بتكون ناشيطة هون بيصير الولد يحكي عن صديق خيالي ومثل ما كنا عم نقول على الأبعاد الشوارح نخبر شو أسباب وجود الصديق الخيالي بحياة أولادنا بس مثل ما كنا عم نقول الولد حتى بيعطي اسم لهيدا الصديق يعني الأهل بيخبروكي أنه أول مرة اكتشفوا أنه الولد عنده صديق خيالي كان قاعد عم يلعب وشايفوا أنه كان عم يلعب من حدا بالوقت اللي هو وحده يعني مثلا سمي كيفن خليني أفطريد أنه إيه كيفن خد أنت الليجو حطه بصير أنه عم ياخده يعطي معه وعم يتحدث معه أكيد أول شيء الأم شوي بتخاف شوي الأم أول شيء يعني أول شيء بتقرب أنه بتعرفي أول شيء بيخطر عبالنا حالات الهزايين أو إلى آخره فبتقرب بتسأل الولاد أنه مام مين كيفن مين معك بالقودة أو مين كذا هو بيصير أنه بعض الولاد بيكونوا ممكن يستحي بالأول ما بعض الولاد بيكونوا كتير صريحين غيدا يعني بعض الولاد بيصيروا أنه مام كيفن أنه هيدا رفيقي عم بلعب معه خلص ماما ما تعايت عليه أو ما كذا بعض الولاد التانيين مثل ما عم تقوله بيستحوا لأنه أكيد هن بيعرفوا أنه هيدا صديق خيالي بيكونوا عارفين يعني هن أكيد يعني ما أنه واصل الولاد لمرحلة أنه عن جد هو قاشعه لكذا قاشعه بمخيلته بس ما أنه حالة هلوسة بصرية أنه يكون هو قاشع شخص الغير مش قاشعينه عرفت كيف فإذا منقول أنه شغلة كتير طبيعية مثل ما قلنا ليه بينوجد الصديق الخيالي بحياة أولادنا لأسباب مختلفة أول شيء مثل ما قلنا السبب اللي كتير بدنا مبسطه هو غنى المخيلة عنده أولاد بتشبه قصة الولد يلي بيجي مثلا بيحب مثلا أنه هو يكون كتير أبداي وهو مش عم فيه ضرب أصحابه تنقول بتشبه قصة هيدا الولد اللي بيجي بيقلي كل يوم كسرتهم ما بعرف شو عملت فيهم مليون بوكس وكلهم صاروا يقولوا لي حمسوني أكثر من واحد يعني بيصير هو يتخيل هيدا الشيء تعود عن أنه هو يمكن هو عم ينضرب يمكن هو حابب بيكون هيدا الهيرو مش قادر بيخترع أشياء قصة الصديق الخيالي بتشبه هيدا الاختراعات بتشبه حتى غيضة اختراعات الولاد يلي بيكون عندهم أهل منفصلين بتكون الأم مثلا تركتهم أو البي تركهم بيكون فيه فعلا قصة انفصال يعني محزنة بحياتهم بعض الولاد كمان بيخترعوا للمعلمة مثلا أنه أنا بره رحت مع ماما تعشيت ولعبت وماما جابت لي كدويات وهي يمكن الأم بتكون ببلد بعيد وإلى كتير فترة طويلة مش شايفة أولادها أو بتكون علاقتها مش جيدة مع أولادها تعودوا بيشغلوا مخيلتهم باتجاه أنه هو يبسطهم قصة الصديق الخيالي بتشبه هيدا الاساس أنه أنا بشغل مخيلتي كولد بأشياء أنا بمبسط بتكفيني بتحطي لي حد للشعور بالأحباط اللي ممكن أنا يكون عندي إياه هلا مثل ما قلنا ليه أول شي الولاد يلي بيشعروا أوقات كتير بالوحدة يلي ما عندهم أصحاب منشوفها كتير عند الولد الوحيد مثلا بيلجأوا للصديق الخيالي لحتى يكون عندهم حدا يتسلوا معه وبيكون حدا أوقات هني بيتمثلوا فيه يعني بيعطوا المواصفات اللي هني بيحبوها يكون موجودة فيهم يعني مثلا يعني مثلا جانتي لطيف أو أوي أو أبضاي أو بيدافع عن حاله أو 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 بيعطوا هيد المواصفات نحنا وقتها بنشوف ولد هو عنده انتوائية ما عنده أصحاب عنده مشكلة بحياته الاجتماعية وعنده صديق خيالي منفضل إنه نحنا ندخل ومنفضل إنه نوعي الأهل على هالموضوع وما نترك قسلة صديق الخيالي تاخد وقته مع هيدا الولد لأنه هون بهيدا الحالة بالفعل بيكون ناتج الموضوع عن نقص بحياة الولد فنحنا كتير هون مننبه الأهل إذا كانت هيدا الحالة إنه بليز لازم يتطوروا له حياته الاجتماعية لازم يكون عنده نشاطات عم يعملها لازم يكون عنده أصحاب بلشوا شوفوا مين بالصف ممكن أكتر شيء اتفق معه بتعزموه على البيت بيترددوا عن بعضهم وإلى آخره أما بالحالات الثانية يلي نحن عم نشوف إنه مش بالضرورة إنه الولد يكون اخترع صديق خيالي لأنه هو شاعر بالوحدة ما منتصرف هيك يعني منترك الولد يعني بمعنى إنه منترك الولد يشوف شو بده يعمل لأنه فيه أولاد كتير عندهم اكتيفيتز كتير بيروحوا وبيجوا كتير عندهم أصحاب كتير عندهم شعبية بس كمان بيعملوا صديق خيالي هلأ هولا الولاد ليه بأغلب الأحيان بيعملوا صديق خيالي لإليك شغلة قداش الأهل بيلعبوا دور كمان يا أبواني إنه هن يخلوا الولد هوية مش إنه هو لحاله يتطلع معه لأنه هن يعملوا شيء ما زبوط ما زبوط هلأ كل الولاد كل الولاد بحاجة لمثل سيكرت جاردن لإله هيك حديقة سرية منسميها إنه شيء سري إنه أنا هيدا لإليه هيدا شيء برايفة لإليه يا ممكن يخبروا أسراره مثلا لإله ما زبوط هلأ الدراسات أثبت يتغيضى إنه حتى الأهل اللي هن منسميهم إيبربروتكتور يعني الأهل اللي كتير بيبالغوا بحماية أولادهم يلي حتى الولد بيكون وصل لعمر إنه يمكن فيهم يبعطوا عبرزة وحده أولا إذا راحوا معه عبرزة فيهم يتنحوا يقعدوا مع الأهل يبصت الولد وحده بيكونوا هن عنده نخوف كتير مبالغ على الولد وعم بيليزموا الولد بكل نشاط عم يعملوا ما عم يسمحوا له إنه أبدا يشوف هو كي بيصرف لوحده بدون ما ماما تكون موجودة معي بدون ما بابا يكون موجود معي هؤلاء الولاد كمان ممكن كتير يخترعوا صديق خيالي يكون هيدا الإسباس سكره هيك المساحة المكانية السرية يلي للولد إنه أنا هيدا خاصه فيه أنا ما ضروري يخبر شو عم نحكي أنا وياه وما ضروري وهيدا والولد ذكي يعني لدرجة إنه بفكر مع أنه بيعرف أنه خيالي بس بفكر إنه ما حدا غيري بيشوفه حتى إنه يس إنه ماما بتشوفه إنه أنا بس بشوفه وهيدا الشي بنسبة لإله كمان هو بيونبوست فيه ويعارف إنه مش موجود وإنه ما حدا غيري بيشوفه بس إنه هيدا لإله ما ضبوط ما ضبوط مية بالمية هلأ في حالات الولاد بيجرب إنه يدخل الصديق الخيالي بكل شيء بأي معنى يعني مثلاً يلا مام صار وقت تفوت تاخد دوج تتحمم الولد ممكن يجاوي بإنه لأ ما عطيناي اسم كافن هلأ ناوي لكننا هنكفي على كافن إنه لأ إنه ما كافن قال لي هلأ إنه هلأ مش لازم أنا أتحمم لأنه هلأ نحنا بدنا نكفي اللعبة مثلاً كافن قال لي معلي فيني ضال بعد شوية بكرة ما في مدرسة هنا الإم بدأت تكون كتير حاسمة وبدأت تقل له إنه أوكي أنا مبسوطة إنه أنت عمتم بسط مع كافن وهيكي بس إنه لأ كافن ما بيقرر هالإشيا كافن أكر فيك بس أنا بقرر هالإشيا بأي وقت لديم نعمل هالشغلة وهالشغلة أنا بقررها فإذا كافن ما قاله حق يتدخل بهالشغلة لأنه بعض الولاد بيلجأوا لهالوسيلة وبعض الولاد بيلجأوا كمان إنه لما بيعملوا شي بيعرفوا إنه هيدا شي خطأ تصرف خاطئ عم يعملوه والأم بتعطيهم ملاحظة بيصير عندهم زريعة يحطوا السبب بالصديق الخيالي يعني بيقلها لأمه تمهو قال لي أنا ما خصني يعني بيصير حتى يستعمل هالصديق الخيالي بيكون صديق خيالي وظيفة يعني عنده وظيفة إنه هو يخلصنا من المشاكل أو إنه هو مثلا هو اللي عملها بغلطة مية بالمية وهو شو بدأت عمل لأمسا هون كتير ليك مش محبت إنه نحن خاصة ببداية الأمر يعني بس يكون الولد إلوه مثلا شهر شهرين عم يحكي عن صديق خيالي لا نحكي بعد شوية عن الفترة الزمنية يعني الولد بيخلص وحده بعدين من صديقه ما منحبز إنه تقول له تتطلع فيه وتقول له خلاص ما فيه كفن ما مش موجود عم يعم تحكي يا مام هيدا كذبة هيدا لا خلينا نحترين مخيلة الولد أفضل وهيدا مرحلة هو بدو يمرق فيه يفضل حاسب كفن مثلا إذا هو اللي كسر هالشغلة ما جزتو ما هون بديك تقول له إنه مام إنه لا أنت اللي كسرتها ما حدا غيرك كسرها أنت اللي كسرتها لأنه أنا بياك قاعدين بالبيت وأنا شفتك إنه أنت دقيت فيها وكسرتها مثلا عرفت كيف فإذا هيدا الشغلة كتير مهمة إنه نحن نقدر ناخد حل وسط إنه أنت كسرت هالشغلة أو أنت اللي وقعت هول على الأرض أو أنت أو أنت بدون ما إجي أنا إنه إزعجه بقصة إنه لا كفن مش موجوده إلى آخره ليه لأنه ليك إذا جينا نحن واجهنا الولد مش يعني هذا الشي ما بيعني نحن عم نقذي الولد مش بالضرورة نقذي الولد بس لأنه نحن بنعرف إنه كل وظيفة إدراكية وكل وظيفة ذهنية عند الولد بتمرق ببعض السنوات أو بعمر معين بيوصل تطورها للكمة يعني بيكون فعلا هالتطور مارئ بفترة نحن بدنا نكون عم نساعد الولد وعم نعاونه وعم نتعاون معه لا يطور هالوظيفة الإدراكية ما عم نصدمه يعني بدأ جرب أنا كمان كأم أعطي شو فيني أعطي تزيد هالوظيفة الإدراكية إنه تكون غنية أكتر نحن بنعرف إنه المخيلة بعدين بيستعملها الولد بحياته بكتير أشياء صح والمخيلة ما بدنا كمان نقول نقول الحقيقة مثل ما هي إنه مخيلتنا نحن بتسمح لنا أوقات نتهرب من مشاكل معينة من واقع معين ومن مصيبة معينة يمكن تواجهنا مظبوط فإذا هوني إنه مثل قصة بفانوال مثل هول القصص إنه ما بدي أنا أعمله ترومة للولد بدي أتركه بس نفس الوقت بدي أقل له إنه لأ أنت اللي عملته بتعرف إنه أنا بمبصت منك بس تقول إنه أنت اللي عملته وإنت ما بتتأسس لأنك قلت إنه أنت اللي عملته بس إنت وقتها رح تجي تخفي الحقيقة وتقل لي خيه عمله أو هيدا عمله أو صديقه عمله بلعكس إنه هول اللي حقصصك لأنه أنت ما عم تقول حقيقة بتكون عرفت كيف؟ هلأ الأهل شو لازم يعملوا غيدا لما مثل ما كنا عم نقول إنه ما مزيحة إنه هيدا مطرحه بدي أقعد حد مثلا أو مية بالمية أو أوقات هيك القصة إنه إلا بتحطله السنتور قاعد حد بالسيارة أو كذا مش غلط نمشي بالقصة مع الولد مش غلط نمشي بالقصة مع الولد مش غلط نمشي بالقصة مثلا نتركه نعمل اللي بده إيه نتركه نعمل اللي بده إيه بس وين بدنا نتنبه إنه صار فيه خطر أول شي لما بتطول قصة صديق الخيالي ما بقدر قاعدة فترة زمنية بس إنه إذا بدنا نكون منطقيين إنه كل الأهل بقدروا يفكروا إنه إذا صديق الخيالي بده يتوجد بحياتنا لفترة أكتر من خمس ست شهر إنه هذا الشيء ما إنه كتير محبز لأنه بيكون عم ياخد مطرح الواقع بحياتنا يعني إلا ما يوصل الوقت ياخد مطرح الصديق الحقيقي اللي لازم يكون موجود فإذا بنا ننتبه على هالشغلة بدنا ننتبه لما الولد بيصير يترك أصحابه الحقيقيين ويترك حياته لأنه عم بيقضي وقته مع صديق الخيالي يعني مام أنا ما بدي روح على المول معكم ما بدي روح ألعب بهذا البلاي جراون ما بدي روح على البرز دي لأنه أنا قاعد عم بلعب معه مثلا كمان هيدا بيكون خطر هون نحنا منقله إنه أوكي إنت بتم بسيت إنه عندك هيدا الصديق بعدين بس يكون عندك وقت لإله بتلعب فينا نقله تخده معك بس هلأ ما بتضطر تقوليله لأنه هو إذا بدي روح لحيقليك اخده معي عرفت كيف هلأ أوقات كتير إذا تولت القصة مثل ما قلنا منقعد نسأل الولد نحنا قبل ما نصدمه نحنا بالحقيقة يعني مثل ما قلنا هو عارف إنه خيالي بس قبل ما أنا أجرحه إذا بقدر قول بين مزدوجين نحنا منسأله منقله إنه مام أنت لك فترة بتحكيني عن هيدا الشخص اللي اسمه كذا مثلا طب وينو ما أنا مش عم شوفه انت عم بتشوفه طيب طب انت عم بتشوفه مضبوط شو لاب يسهل هيدا انت عم بتفكر فيه لأنه انت هيك حبيت إنه تتسلى أوقات كتحس حالك وحدك فينا نجي بهالطريقة معه عرفت كيف فإذا بالختم منقول غيدا إنه بس ننتبه إنه ما يصير هيدا عالم أولادنا يضل أولادنا عندهم عالمهم الحقيقي هون الخطورة إنه يخلق العالة الولد عالم خاص فيه عيش فيه لوحده هون بدنا ننتبه إذا كان فيه صديق خيالي أكيد شكرا كتير مايا راح ندعش فيك إن شاء الله نحن بعالم صباح لحظاته بتكون هادية معنا خليكن معنا شكرا